اهلا بحضرتكم من جديد طبعا يعني من اكتر الموضوعات اللي يمكن بقت بتهم كل الاسر المصرية لانه هي بقت مشكلة قائمة في كتير من الاسر المصرية مسألة ارتفاع نسبة الطلاق ليه بيحصل الطلاق خصوصا في اللي يمكن الشهور الاولى من الجواز لحد السنة الاولى من الجواز بقينا نشوف نسب طلاق كبيرة يمكن سوء اختيار يمكن عدم تكافؤ يمكن قلة خبرة يمكن تدخل من الاسرتين بشكل غير مقبول وغير مبرر وبشكل بيدر بنسبة كبيرة الحقيقة نوع كل دي اسباب لكن الحقيقة الاكيدة ان احنا في حاجة للتعريف اكتر بايه هو الهدف من الجواز وايه هو المسئولي ايه هي المسئوليات والتحديات الموجودة في الجواز ده وزاي يتم التعامل معاها على المستوى النفسي وعلى المستوى الأسر زي الأسر تربي شاب وفتاة قادرين انهم يفتحوا بيوت وزاي هم نفسهم يتم تأهلهم علشان يقدروا يتجاوزوا ويفتحوا بيوت ويمكن علشان كده تم تقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الجواز ويمكن نتيجة الفحوصات دي تساعد اكتر في مسألة الاختيار الصحيح لشريك الحياة لانه لازم يكون في نوع من المصارحة والمكاشفة لو في مرض ما لو في كمان عندنا بيكون في مخاوف موجودة عند الفتاة مثلا قبل الجواز مشاكل نفسية لازم يتم التحدث عنها قبل الجواز علشان الناس ما تتفاجئش ببعض يكون في نوع من أنواع المصارحة والمكاشفة وانهم يعرفوا من بعض اكتر وتعرفوا على بعض اكتر علشان ما نسمعش عن معدلات طلاق وصلت انه كل دقيقتين عندنا حال الطلاق عندنا حوادث بتتم انه وليه امر اسرة يقتل الاسرة دي وينتحر بعدها يعني مسائل كتير محتاجين ان احنا نصارح بيها بعض اكتر ونتكلم فيها اكتر دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم مع الدكتور حسام علي صالح استشاري التلمية البشرية والأسرية وايضا أستاذة مي الكاموني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية اكتر عن هذا الموضوع برحب بحضراتكم معنا في التأسير نبتدي مع حضرتك يا أستاذة مي وفجت نظرك مسألة زيادة معدلات الطلاق وزي ما كنا بنقول يمكن من السنة الاولى ده بيحصل فإيه اللي بيحصل وليه الموضوع ده في جيلنا بقى اكتر من الاجيال اللي قبل كده والبداية تكون ايه لانه برضو مسألة التأهيل دي مش حاجة سهلة قابلها في المجتمع مش حاجة سهلة وخصوصا عند الراجل انه يقبل ان يروح يكشف قبل الجواز سواء احنا بنكلم على كشف طبي او كشف نفسي النقاط اللي قلتها مهمة جدا لانه التصرع في اختيار شريك الحياة زي من الحاجات المهمة جدا انا بحيث انها قصة حب وخلاص ما فيش حاجات معينة بنتكلم فيها ولا بنتنقش فيها قبل ما نتجوز وبعدها بنتجوز بنكتشف ان احنا مختلفين تماما نبتل نتعرف فعلا مشكلة في حاجات كتيرة زي ما قلت بنكون مخبيينها زي لو حد عنده مشكلة نفسية او مشكلة عقلية او امراض الحاجات دي لو ما اكشفتش يمكن احيانا اللي عنده مشكلة نفسية نفسه ما بيبقاش عارف بالضبط وعلى فكرة هو مش عيب كلنا عندنا مشاكل بس لو انا عرفت ده وصالحت نفسي وديت اشتغل عليه وشريك حياتي بتده يتعامل معي على اساس ده ويساعدني ويأهلني مش هيحصل ده اصلا وممكن يكون ده مش مناسب لحالتي دي فساعتها اعرف من بدري المشكلة فين احنا مشكلة ان احنا ما عندناش الوعي ده وفكرة ان احنا نتقبله ككولتشر او مجتمع ده ما دي حاجة مهمة يعني انا دايما بقول انه اصلا احنا مش فهمين عن ايه جواز يعني الناس كلها بتتخيل ناقصة حب لا هو الجواز اكبر من كده بكتير لانه هي مسؤولية كبيرة ما لو انا دلوقتي وعندي مشكلة مع شريك حياتي المسؤولات والضغوطات اللي بتحصل دي هتقدل مشاكل كبيرة جدا وهتطلع فيها حاجات ممكن ما كتش بينا في الاول فلازم افهم ان المسألة الجواز دي مش حاجة صغيرة ولا بسيطة لا احنا محتاجين ندرسها ونفهمها وناخد تدريبات اصلا قبل ما نتجاوز يعني زي ما في الكنيسة بيعملوا كده قبل ما الناس بتتجاوز بيتدربوا بيفهموا بياخدوا كورس ويفهموا يعني ايه جوازوا يعني ايه مسؤولية قبل ما اخد القرار ده اصلا لانه ممكن اكون انا اصلا غير مؤهل ان انا بقى في ده دلوقتي طيب نروح لدكتور حسام دكتور من وجهة نظرك ايه لحاجة لتخليني اشوف انه الشخص اللي قدامي مناسب او غير مناسب للجواز ممكن مي كانت بتقول انه مش مسألة انه حبيت حد فشفته انه كده مناسب في حاجات كتير مع الحب وعامل كتير واسس كتير لازم تكون موجودة ايه هي الاسس دي الانطباع الاولاني يعني جميل جدا للتعارف كافي للتعارف فقط وليس لاختيار شريك الحياة وليس قرار لا ما ينفعش القرار اللي هو الحب الملأول نظرة او اللي عجاب المؤقت ده ده جميل جدا ايه لمرحلة ان انا اعجب بالشخص ان انا ابتدي لكن فترة خطوبة هي مهمة جدا لدراسة شخصية وطباع ونفسية ومفاهيم الشخص الاخر لان داي من الخلافات اللي بنشوفها والمشاكل اللي بنشوفها بتتكرر في حاجات اسره لان في اختلاف على مستوى القيم مستوى المفاهيم مستوى الاخلاق مستوى العداد التقاريط المعنى المادة المعنى المعيشة المعنى الجواز ممكن واحد بيبقى عنده توقعات ان امرأته هتبقى كذا 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 وهي متخيلة كمان ان هو هيبقى كذا وكذا وكذا يعني مثلا واحدة من المشاكل وقاية معضرتك عند نقطة انت بتقول في الخطوبة اعرفوا بعض اللي بيحصل انه في الخطوبة ما بيعرفوش بعض كل واحد في الخطوبة طبعا بكل تأكيد يعني بيبين احسن ما عنده طيب ما هو هنا مهم اول وضوح مهم يكون فيه شفافية مهم ان انا لما تبلي المؤشرات انا بكلم من الواقع مهم جدا دايما في معظم المشاكل الاسرية اللي بنشوفها ان المؤشرات بتكون بايما من البيضاء حد عنيف جدا مع كل الناس بس معاي انا لطيف لان هو دلوقتي في مرحلة الاعجاب والانجزاب ولانه عايز الموضوع ينجح وبيتحكم في مشاعره عشان افضل الانطبيعة ده ما وجود عند الواقع انا بفهم ان هو طبيعته ايه طبيعته كده طب وانا وقت ما يختلف معايا هيكون بنفس الطريقة فدي مؤشر ادي اشارة حد مثلا طبيعته الاسلوب بتاعه العصبية بتاعته جديدة جدا ما عندوش اي كنترول عليها فانا بقى فاهم ان انا عايش بالشكل ده حد مفهومه عن المادة او عن الحياة مختلف عن مفاهيمي مثلا ممكن انا بقى شايف ان دي حاجة عادية جدا هو شايفها تبزير مبالغ فيه فيفضله طول الوقت عندهم اختلاف في قيمة المادة او تقيمة نصرف ايه الناحية كمان ناحية المعتقدات والملابس والشكل والكلام ده هو عنده مفهوم لازم تأكد المفاهيم دي والقيم دي والاسس دي واضحة عند الاثنين كمان في نقطة خطيرة جدا للأسف بعض الاسر بتدفع ابناء اهل الجواز دفعا لتخلصوا مشاكلهم يعني لا ما هو ما هيتجوز ما هي ما هتتجوز هتعقل طب هي جاهزة وفاهم يعني ايه جواز هو جاهز وفاهم يعني ايه جواز ولا الفكرة ان زي الافلام كده متخيلين ان المشهد بينتين هم اتجوزوا وعيشوا في تباته ونبات لا تباته ونباته دي بداية دي مش نهائية دي بداية المشروع وبداية المسئولية هما الاول كانوا مسئولين كان فيه اسرتهم مسئولة عنهم فجأة بقى هما مسئولين عن الاسرة بقى فيه اطفال فانا بمنتهى الوضوح يعني مثلا بنلاقي بنلاقي بعض الرجالة مثلا لأ طب انت هتتجوز لي اصل الاسرة بتضغط علي طب انت عايز او سني مثلا او ان السن كذا او هي نفس القصة فبيخشوا بقى بيصطدموا بعض او فيه توقعات وطموحات من اسوأ الحاجات انا بقولها للطرفين سواء للراجل او للبنت بمنتهى الامانة اقول اللي انا اقدر اعمله بالزبط واقول اللي انا عايشه بالزبط لان بمنتهى البساطة كل توقع انت بتديله قدامك هو هيحسبك عليه قدام ومن نسبة له ده الخداع فهتصطدمه فهتخسر اصد دي مش رحلة دي مدى الحياة دي مش اهنا موقعات اليوم انا بقوله ما يقضوا مع بعض قاعدة فيها كل البنز او كل الحاجات اللي هنتكلم فيها التربية المصاريف طريقة التفكير في كل حاجة نبدأ نتنقش فيها من الاول ونقول ده وجهة نظري وده طريقتي وده اللي بيبسطني وده اللي انا بحب اعمله ودي شخصيتي ودي معاملتي الاهلي وقد ايه ده مهم وصحابي فان وشغلي ايه لان الحاجات دي والاهم من قاتل اختلاف احنا مختلفين في كل واحد وثقافة الاختلاف كمان يمكن يا دكتور صح مسألة الاختلاف وفي الاخر راجل وسط اكيد الفكر مختلف لكن المهم انه لما نختلف نعرف ازاي نختلف ازاي نختلف صح يعني على فكرة والخناء ده مش حاجة غلط يعني انا اختلف مع اللي قدامي هي مش حاجة غلط او حاجة صحية لان انا بطلع كل حاجة جواي وبشرح انا شايف ايه او ايه اللي مدايقني او انا عايز ايه لان كل واحد ليه احتياجات وكل واحد ليه حاجات بتضيق وكل واحد مختلف عن التاني بس ايه الفكرة ازاي هتناقش وامتى لانه انا ممكن اختار وقت غلط وممكن الابروتش بتاعي او الطريقة بتاعتي تكون هجومية وممكن تكون غلط فانا خسرت كل حاجة وفي الاخر بقت خناءة وشلنا من بعض مع ان كان ممكن تبقى قعدة صفا وحلينا مشكلة او عرفنا ان احنا مختلفين خناءات في اول الجواز بتقدي في الاخر للطاق كمان يعني خناءة تكبر فترة الخطوبة فرصة فترة الخطوبة فرصة ان انا اكتشف لقدام اخناءات بتخنق ازاي ورد فعله الحد فين وامرنته الحد فين صح عشان اقدر اكبر وزي ما حارتك قلت وردود فعله مع الناس دي مهمة جدا لان احنا كتير قوي بنركز مع نفسنا ما بنشوفش هو بتعامل مع اهله ازاي مع الناس اللي بتشتغل عنده ازاي مع الناس اللي حواليه ازاي مع صحابه والان حاجات دي هي بتبين انه مش هيقدر يتحكم في مشاعره طول الوقت مش مبدأ الرحمة ده ولا انا بخف من انا اقذي حد مش هيبقى عندي المبدأ ده في كله مش هينفع افضل اغير السيستم كل شوي طيب لو احنا بنتلم على تأهيل فالتأهيل بيبتدي من جوه البيوت نبدأ معاك يا ماي شايفة واجب البيوت اي واجب الاسر المصرية اي تربية بقى زي مهمة جدا يعملوا اي مع هو دلوقت في كل الناس بتقول رب وولادكو كويس انتو شايفين اللي بيحصل شايفين ارتفاع نصها بالطلاق شايفة الاب والام مطلوب منهم اي جوه البيوت احنا للأسف للأسف يعني مصريين بيعاملوا الراجل او الولد او الطفل الميل يعني بطريقة غلط دايما الولد معتمد على مامته معتمد انها بتعمله كل حاجة ودي مشكلة كبيرة جدا لانه متوقع ان هو ده اللي بيتعمل فيلاقي ده من مراته مع ان الراجل ده هو اصلا استند هو اللي مفروض يشيل مامته على فكرة احنا عندنا منظورة غلط الولد هو اللي بيتدلع واخته اللي بتعمله ومامته بتعمله تاول مفاجأة بقى الاتنين تلوقتي الاتنين تلوقتي الاتنين احنا مندلع الاتنين انتم مبتعملوش حاجة وفجأة فجأة هيبو جاهزين قبل الجواز بالشهرين هي هتتعلم كل حاجة في البيت هو هتتعامل كل حاجة في المسئوليات وفجأة بيشغله في الفرح فبيخشوا اتنين بيبيس يعني دكتور تسام حاجة شايف انه ده فرق الاجيال دلوقتي عن فرق الاجيال اللي قبل كده في التربية فرق الاجيال بتجتهد انها توفر كل شيء فلما بيجاوزوا تحملوا عباق اقتصادية يعني ازاي يتعاملوا مع مشاكلهم يمكن ده الفارق الاسر زمان كانت كله بيشارك العيلة بتبقى كبيرة كله بيتفاعلوا كل واحد ليه دور كان فيه وقت كان دلوقتي احنا حطينهم يعني كانهم معلبة هم جاهزين انهم بس يتفرجوا على التيفي وانترنت وعملوا كذا ويتعلموا خلاص هم تعلموا ايه خلاص اروا وكتبوا وحافظوا طب هو جهز للشغل هو جهز المسئولية هي جهزة للبيت هي فاهمة الحياة هي فاهمة عينيه مشاركة مفيش تأهيل نفسي لده من طالب بساطة هللاها بسيط جدا اعودهم ان يعيشوا مسئوليات وتفاصيل بيتنا عشان هم هيكون عندهم بيت تاني يديروا بنفس الطريقة لو انا شاركتهم في الادارة دي ودربتهم ان هم مسئولين لو ربيت الطفل بتاعي انه هو طول عمره انه هو صغير وعيل وغير مسئول هيخذ عراجل كبير عيل غير مسئول او بنت كبيرة عيل غير مسئولة في واحدة قالت هالي بجد ده طول الوقت في الشغل هو شمفوط طول الوقت يبقى فسحني عايزة طول الوقت كده وهو نفس القصة الطرفي التاني هو مستني منها توقعات خيالية هو من ناحية التانية ورده بروح الشغل وبعدين يخرج مع صحابه فهي شايفة انه لازم يكون لها وقت هي مسئلة انه الثقافة وتعرف ايه مسئولياتك تحدد مسئولياتك كلما يكون عندك مشاكل ازاي تتعامل معها هو ده اللي بيفرق ما بين الطرفين ماين تشايفة انه البنات مشاكلهم ايه اكتر حاجة بتسمعيها منهم اسبابهم للطلاق بصدي دايما بيبقى الكمميونيكيشن او التواصل في مشكلة طريقة الصرف المختلفة ده من الحاجات اللي بيتصدموا فيها يعني في ستات كتيرة جدا بتيجي تقول انا بكزنا فأطلب منه فلوس وهو ما بيدينيش احنا ما اتفقنا طب انتم منتفقين على ايه طب انا عايز ادخل ولادي كذا وصريفي بالطريق الفرناء احنا ما اتكلمناش في اي حاجة يعني ما تدير وحدها مشكلة كبيرة ان احنا ما تناقشناش فا ايه توقعاتك منه ما تقدريش تلوميلي ان انا ما اتفقتش معاكي على حاجة صحيح فبتدأ هي تصرف وهو ما بيعلقش بس هي ما طلبتش الست برضو بطلت تطلب بطلت تتعود لانه بدأت تشتغل وعندها حياتها فخلاص الرجل معتمد ما انت بتشتغلي فالصرف من ضمن الحاجات اللي فيها مشكلة كبيرة جدا اختلافات التربية يعني هي عايزة تربي بطريقة وعايزة ربي بطريقة ودي بتعمل خلاف جامد جدا لانه كمان قدام الولاد بالضبط قدام الولاد وبتعمل صراعات نفسية وهي في نفس الوقت عايزة تثبت أنها صح وعايزة تثبت أنها صح فالعطاء بقى والوقت هما البعض دي مشكلة كبيرة هي بعيدة على طول شايفة ان أنا اللي بعمل كل حاجة وما فيش وقت ليا وهو نفس الحكاية شايفة انه ده دورك طيب دكتور شايف ايه بقى مسألة انه الستات والمقرات الموروسة بتاعت بحيله الأطر والرجالة بقى داخل الجوازة من الأول اللي عايزة يفرض عضلاته ويمشي رأيه طيب والنتجة بيكون خلافات غريبة هي شراكة بين الطرفين هي مسئولية مشتركة بين الطرفين هي بداية تأسيس أسرة وحياة احنا الاتنين بنتشارك فيها كل واحد على قد إمكانياته على قد قدراته ومهم قوي ده يبقى باين من الأول الناس فاكرة ان الجواز بيحصل تلقائي اول ما نتجوز هنعمل زي بابا اول ما نمشي الحياة والحياة تمشي سهلة لا الجواز هو مسئولية احنا بنتشارك فيها أنا أقدر أسعب به هو لين بيبقى لطاف قوي وقت الخطوة بس كمان الحياة دلوقتي أكثر تعقيدا فيه يعني موقع تواصل الاجتماعي يعني الموضوع بقى مش زي زمان معارضين لحاجات ما كايش موجودة على فكرة زي ما قدمت لو قدمت على شغل ورايح أشتغل ومحدش قال يعملي أي حاجة أنا دخلت للشركة كده ولقيت أن أنا هشتغل ما فيش كلام ده لازم فيه بتعرفي إيه دورك في المكان ده موعدك من إيه لإيه مش كل ده اتفاقات هل ده قلل منهم أو مني ولا بالعكس سهل علي نفس الحكاية من وجهة نظرك من المؤهل أنه يقوم على مسألة مراكز التأهيل وتثقيف والتوعية للمقابلين على الجواز ويمكن ده بيتم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من قبل الأزهر الشريف شفنا تحركات كتير في هذا أخصائي نفسيين وأخصائي استشارات علاقات زوجية وأسرية هم اللي شايفوا ده وعاشوا ده وقدرين يحللوا أو يقايموا ده وده بيحصل مرموص على طول بالمناسبة والدين لي دور على فكرة ده فيعني ده حاجة مشتركة ولازم الشخص دور ده متاح الشخص بقى الزوج والزوجة بيدوروا على ده فيه ناس بتدور على ده فيه ناس بتكابر ما بنشوفهمش غير والموضوع بينتهي أو الموضوع انتهى شفت واحدة نروح الاستشاري العلاقات الزوجية ده وخلاص والناس بتتطلق وفيه بيروحوا بعد هي نهارد اتجوزت وخرجت من الجواز اتطلقت بعد سنتين اتعقدت من الجواز واتعقد من الجواز هي جاي بتسأل هو ده حصل ليه أنا ايه مشكلتي طب ليه يا جماعة ما نلحقش بدل شوية الناس بقى اللي بتلحق بدل شوية بتلاقي بيحصل تغير كبير جدا وبتفرحي ان هم فعلا حياتهم باختلاف وبيقدروا ان هم يعيشوا بشكل كويس لكن مشكلة نصايح المقربين نصايح المقربين فيها وجهات نظر شخصية سواء الاصراء او الاصدقاء بيحصل ايه وجهات نظر نظرية وانحيازات شخصية صحيح بدون تحليل بدون دراسة زي ما بتشوف مثلا الناس بتسألنا على سوشيال ميديا بيقولك رأس الموضوع ايو المشكلة والناس بتدخل تسأل بعض ويردوا على بعض الموضوع البناء على ايه على حالة انا عشتها مثلا ماينفعش قيم انا برد كده ماينفعش قيم لما عارف التفاصيل صحيح لان كل تفاصيل مختلفة يعني ايه المفهوم الموضوع يعني ايه المشكلة اسبابها ايه جزورة ايه واقوات كتير جدا مشاكل كان الزوجين بيبقوا متخيلين ان هي ما لاش حال وفعلا بتتحلوا بالعكس بيرجعها احسن لان اضطروا ان هما يفهموا بعض ويفهموا زي جاوز يمجح رجعوا البعض بعد مسألة اللجوء لحد متخصص على فكرة في ناس بتيجي مشاكل بسيطة جدا وبيطلعوا وفي ناس بتيجي مشاكل كبيرة جدا وبيكملوا صحيح لان احنا بس بينقصنا يمكن مسألة الوعي بالتحديات الجواز لانه يمكن الجواز من اسمع العلاقات الانسانية لكن هي كمان من اكثرها تعقيدا الموضوع ما محتاج كلام كتير ووقت اكتر لانك مسؤول عن اسرة وعن جيل كامل طالع صحيح لان دلوقتي ممتين الف اسرة بتتفكك سنويا يعني مليون كل 4-5 سنين جيل سليم نفسيا كمان ودي نقطة غاية في الاهمية انه الاسر دي تخرج جيل سليم نفسيا لانه ده هيأثر على المجتمع سواء بالسلب او بالاجاب لو كان هذا الجيل سليم نفسيا وده اللي احنا طبعا بنتبناه دكتور حسام علي صارح استشاري تنمية البشرية والأسرية مشكرك شكرا جزيلا وستاذة ميل كاموني استشاري سطح النفسية والعلاقات الأسرية مشكرك على وجودك معنا مشاهدينا كده خلصت مع حضراتكم التسعة النهاردة دمتم بخير اشتركوا في القناة